موسيقى جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الأيام البحرانية التي نقرأ منها أجرت 13 عملية جراحية لتشبه إيفانكا ترامب خضعت امرأة إلى 13 عملية جراحية في أقل من سنة لتشبه ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وعلى الرغم من خضوعها لعمليات عديدة إلى أنها ما تزال تريد إجراء المزيد ولكن الأطباء يطالبونها بالانتظار فترة تصل لأربعة أشهر حتى لا تسوء حالتها وإلى صحيفة الخليج مشاهدين التي اختبنا منها لكم أنجلا ميركل لاجئة في تفاصيل الخبر أطلقت لاجئة سورية على ابنتها التي ولدت في مدينة ألمانية اسم أنجلا ميركل بدافع الامتنان للمستشارة الألمانية وقالت تقارير ألمانية أن هذه الطفلة ليست أول طفلة تحمل اسم المستشارة الألمانية إذ أن هناك أسرة أخرى في مدينة هانوفر شمال ألمانيا أطلقت ذات الاسم على طفلتها في عام 2015 ونطالع مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم الخائن سيبقى خائنا بحسب العلم توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يرتكبون خيانة أثناء أول ارتباط أكثر عرضة لتكرار حالات الخيانة حتى ولو اعترف الطرف الخائن بفعلته وأبدى ندمه عليها وإلى صحيفة الحياة مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم حصان صغير بمليون ونصف المليون يورو بيع حصان صغير بمليون وخمسمائة وخمسين ألف يورو في مزاد أقيم في مدينة شمال غربي فرنسا ليكون ثاني أغلى حصان يباع في هذا المزاد السنوي واشترى الحصان صندوق استثماري مقره في لوكسنبورغ وختام مشاهدين من صحيفة الشرق الأوسط ألمانيا تصنع أول شاحنة لتنظيف الجو من الغبار أطلقت بلدية مدينة كولون الألمانية أول شاحنة من نوعها لا تنظف أرضيات الشوارع من الأوساخ فحسب وإنما تنظف أجواء المدن من الغبار ترجمة نانسي قنقر